السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد. الفيديو ده ان شاء الله هنشوف فيه حل مشكلة فشل ارسال الرسالة للتسجيل في برنامج انستابين. طبعا الخطوة الاولى او انت بتسجل في برنامج انستابين هو بيطلب من ان انت تبعث رسالة او رسالة نصية من الرقم اللي مسجل لدى البنك عشان يتم التحقق من رقم موبايلة. وللأسف الخطوة دي بتفشل مع ناس كتير جدا وبيزهر لهم مشكلة فشل ارسال الرسالة. والمشكلة دي بتظهر معاك لان انت بيكون عندك ام عايب فيه الشريحة يا ام عايب فيه الموبايل. وفي الفيديو ده ان شاء الله هقول لك حل سواء للمشكلة دي او للمشكلة دي. مش بس كده انا كمان هقول لك طريقة التسجيل الصحيح عشان تقدر تضمن نجاح عملية التسجيل في برنامج انستابين. فلو انت اول مرة تشوفني ما تنسانيش بقى من اللايك الجميل والاشتراك في قناة تفعي زر الدرس مش تخسر اي حاجة لو عملت لايك واشتركت في القناة. ولكن الموضوع ده بيفرق معايا جدا جدا جدا. عشان ما طولش عليكم يلا بيد. بص يا فاندو. النقطة الاولى لازم حضرات تكون قافل الواي فاي اثناء عملية التسجيل. وفاتح انترنت من بيانات الهاتف او الموبايل داتا. النقطة التانية ان لازم يكون خط الموبايل اللي موجود معاك فيه التليفون ده يكون هو ده اللي مسجل لدى البنك وتتأكد من وجود رصيد كافي عليه مش اقل من تلاتة او اربعة جنيه. النقطة اللي بعد كده ودي اول سبب يخلي مشكلة فشل ارسال الرسالة دي تظهر مع حضرتك ان يكون خط الموبايل الخاص بحضرتك اساسا مش بيبعت رسائل. وهنا الحل بسيط جدا. اول حاجة حضراك هتعملها ان انت هتبعت رسالة لاي شخص تاني عندك على الموبايل. الرسالة دي طبعا تكون رسالة نصية او رسالة اسم اسم. وتتأكد ان الرسالة دي وصلته. ولو بالفعل الرسالة دي وصلت. يبقى المشكلة عندك فيه برنامج انستا بي. وده ان شاء الله اللي هنشوف الحل بتاعه بعد شوية. ولو انت برضو للأسف بعدت الرسالة دي لأي شخص تاني وبرده قدتك فشل للرسال. فالمشكلة هنا بتكون في خط موبايل حضرتك زد نفسه ان هو ما بيبعتش رسائل. الحل هنا بسيط خالص حضراك هتاخد الموبايل والشريحة وتروح لفرع شركة الاتصالات اللي حضرتك تابع لها سواء بقى كانت فودافون اتصالات او كانت ويت. وقت تدخل تقول لهم يا جماعة انا الخط بتاعي للأسف مش بيبعت رسائل. هو هيزبط لك حاجة بسيطة جدا كده في مركز الرسائل. فاقلم ان دي اياه وهتلاقي الموبايل بتاعك بيبعت رسائل بشكل عادي خاص. وبكده نبقى حلينا مشكلة الخط. ودلوقتي هنروح مع بعض لي الجزء التاني وان انت يكون عندك مشكلة في برنامج ذات نفسه. هنا الحل بسيط جدا هنزفط شوية حاجات في اعدادات برنامج اتأكد بنسبة مية في المية ان الطريقة هتشتغل وان مشكلتك ان شاء الله هتتحال. وهنا يا شباب هنروح كده نضغط على الضبط او الاعدادات وبعد كده هننزل لحد تحت لحد ما هنوصل عند التطبيقات وبعد كده هنا هنروح ندور على برنامج وهنا يا شباب هندخل على برنامج وهننزل لتحت كده شباب لحد ما نوصل عند مكان التخزين نضغط عليه. بعد كده هتضغط على مسح التخزين المؤقت ومسح البيانات. وبعد كده هتأكد مسح البيانات. تمام جدا يا شباب. بعد كده هنعمل او رجوع. بعد كده شباب هنطلع لحد فوق. هندخل هنا على حاجة اسمها الازونات. هتضغط كده على الازونات. هتلاقي هنا بيقولك لم يتم منح اي ازونات. حضرتك هتبدأ تفتح جميع الازونات بالشكل ده كده. الصور والفيديوهات برضه هتعمل لها سماح. الكاميرا هتعمل لها السماح. الهاتف برضو هتعمل له السماح. بعد كده جهات الاتصال سماح. ومن ثم الرسائل او الاسم اس. ودي اهم حاجة. كده شباب احنا بنكون قدرنا ان احنا ندي للبرنامج ازن. ان هو يقدر يبعد رسائل عن طريق الشريحة الخاصة بين. واهم اختيار فيهم كلهم. وهو الاسم اس. ان حضرتك تلاقيها معمولة على سماح. تمام جدا يا شباب. ودي كده كانت الخطوة الاولى. الخطوة التانية برضو يا شباب واحنا هنا موجودين في الضبط. حضرتك برضو هتروح تدخل على التطبيقات. وهنا حضرتك هتطلع على التلات نقط اللي موجودين فوق على الشمال. تضغط عليهم بالشكل ده. وتضغط على امكانية وصول مميزة. ومن هنا شباب هندور على حاجة اسمها استخدام اهم خدمات المراسلة النصية. تضغط عليها بالشكل ده. وهنا شباب ممكن تلاقي برنامج لو لقيت برنامج موجود في المكان ده يبقى الموبايل بتاعك اول ما برنامج نزل عليه عمله حزر استخدام. فحضرتك بتروح تفتح الحزر من هنا وبتعمله سماح. وبكده بتلاقي البرنامج اشتغل معاك وتحلت معانا مشكلة فشل ارسال الرسالة. ده كده شباب كان فيديو شرحة النهاردة اتمنى يا رب تكون الطريقة اشتغلت مع حضرتك وقدرت تحل مشكلة فشل ارسال الرسالة في انستابيل. يا ريت بقى ما تنسانيش من اللايك الجميع بتاعك وان انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان كل الفيديوهات الجديدة هتوصل لك. لو عندك اي مشكلة تقدر تسيبها لي تحت فيه الكومنتات. وانا برد على جميع الكومنتات. ويا ريت كده ما تنسونيش من دعواتكم. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.